السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهينا في الحلقة السابقة من السيرة النبوية من كتاب التاريخ الإسلام لدكتور رغب السرجاني على أنه في السنة الحديثة عشر من البعثة قابل النبي في الحج ستة نفر من المدينة وعرض عليهم الإسلام والحمد لله أجابوا دعوته وعادوا أن هم سيبلغوا أهل المدينة بهذه الدعوة وعندما عادوا فلم تبقى دارة في المدينة إلا وذكر فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل النهاردة الحلقة السبعة ستة حلقات اللي فاتوا موجودين على القناة تقدر ترجع لهم وتشوف بيعة العقبة الأولى العقبة ده أولا ده مكان في ميناء وميناء ده أحد الأماكن اللي لازم يزورها الحجاج ربنا يكتب لنا ويكتب لحضراتكم الحج وحج بيته الحرام بإذن الله سبحانه وتعالى وفي موسم الحج من السنة الثانية عشر للبعثة وبعد عام واحد من إسلام الستة نفر من الخزرج وفد إلى العقبة اثنى عشر رجلا من أهل يثري عشر من الخزرج واثنين من الأوس كانوا ستة السنة اللي فاتت جنف الحج السنة دي اتناشر منهم يعني أسلم ستة على الستة ويمكن يكون جوه المدينة ناس أسلمت بس محضروش الحج فتقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وبايعوا بيعة العقبة الأولى يقول عبادة بن الصامت فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض علينا الحرب على أن لا نشرك بالله ولا نصر ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجل ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجن وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم يبقى بيعة العقبة الأولى اتفق الاثناشر شخص لجم من المدينة من أهل الأوس والخزرج لما تقابلوا مع النبي على عدة بنود سميت باعة العقبة الأولى عشان كانت في العقبة هذه المنطقة في مينة في مكة اتفقوا معاه على بعض الأمور على أن لا نشرك بالله خلاص بها ما فيش عبادة أصنام ولا أوثان ولا كلام من ده ولا نصرق ما فيش سرقة ولا نزني ولا نقتل أولادنا ليعادات الجاهلية ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا خلاص ما نتهمش حد ببهتان وأمور هي مش فيه يعني ما نتكلمش على حد ولا نقول إلا الصدق ولا نعصي في معروف فإن وفيتم فلكم الجن الله لو أنت وفيتوا العهد ده نسأل الله أن نكون من أوفياء العهود وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وما أدراكم مصعب بن عمير الفتى المدلل الغني اللي كان في مكة من السادة وبعد طبعا من دخل في الإسلام عادته أمه عزبته حبسته زي ما قلنا في أحد الحلقات السابقة يعلمهم الدين بأول واحد الرسول بعثوا للمدينة عشان يعلم أهلها الدين لسه داخلين في الإسلام جديد ما عارفوش أحكام ما عارفوش الصلاة ما عارفوش وضوء ما عارفوش تعاملات ما عارفوش عبادات فقه راح معاهم مصعب بن عمير ويقرئهم القرآن ويأمهم في الصلاة وقد تمكن رضي الله عنه في مدة يسيرة أن ينشر الإسلام في سائر بيوت المدين وأن يكسب الإسلام أنصارا من كبار زعمائها كسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وغيرهما يبقى مش علم أهلها بس سيدنا مصعب بن عمير ولأقرأهم القرآن وعلمهم يقرأوا إزاي ولأمهم في الصلاة بس بسبب هذه الدعوة المباركة دخل بسبب أعداد كبيرة في الإسلام منهم أسياد من أسياد المدينة في هذا الوقت كسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وقبل حلول موسم الحج التالي يعني السنة التلتاشر عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الخير ويقص عليه خبر قبائل يثرب يثرب من قدسين المدينة المنورة وما أصبحت عليه من إسلام وما لها الآن من قوة ومنع بشر الرسول بعد ما رجع في السنة التلتاشر بالأعداد اللي دخل في الإسلام والقوة اللي صاروا عليها وطبعا العزة اللي نالوها بيعت العقبة الثانية في موسم حج سنة التلتاشر من البعثة حضر الأداء مناسك الحج ناخد بنا من الأرقام بتزيد إزاي ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من أهل يثرب جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين وتم اللقاء بين هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس وكان لا يزال مشركا عند العقبة بيعت العقبة الثانية أيضا في نفس المكان ولكنها رقم اثنين بيعت العقبة الثانية عند العقبة في مينة في أوسط أيام التشريق اللي هي أيام 11-12-13 زو الحج الذي عنده العقبة حيث الجمرة الأولى طبعا لراح الحج عارف يعني الجمرة الأولى لما انت بتطلع كبر الجمرات عشان ترمي إبليس وفي ثلاث أماكن وراء بعض أول واحد اسمها الجمرة الأولى التانية اسمها الجمرة الوسطى التالتة اسمها الجمرة الكبرى قبلهم عند الجمرة الأولى وتم الاجتماع في السرية تامة في ظلام الليل وبايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم باعت العقبة الثانية التي تضمنت البنود الجديدة التزام الأنصار بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهاجع إليهم ومنعه مما يمنعون منه أنفسهم ونسائهم وأبنائهم وبعد تمام البيعة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة أصحابه إلى المدينة وأن على الأنصار أن يستقبلوا إخوانهم المهاجرين ويعد لهم المأوى والمعاش فرحب الأنصار وأثبتت الأيام صدقهم في بيعتهم ووفائهم لدين الله ولرسول الله رضي الله عنهم وأرضاه والرسول بيجهز الآن للهجرة اللي هتكون بعد ثلاث شهور من باعة العقبة الثانية نعلمنا الدرس دا التخطيط أنا هسافر أو هروح مكان أو عندي مشروع من قبلها أجهز وأخطط واتفق ونظم ورتب أموري مش أخذ الموضوع كده مرة واحدة الرسول بيعلمنا التخطيط من أكثر من 1400 سنة عشان نتعلم الناس بتوع دورات التخطيط والتسويق اتعلموا فعمل إيه في باعة العقبة الثانية تفق مع الأنصار أن هما هيدفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم زي دفعهم بالضبط عن أنفسهم وأزواجهم وأولادهم وبيوتهم وكل حاجة وهيخبرهم أو هيبلغهم بعد تمام البيعة بلغوا من أصحابه هيجوا اللي هم جايين من مكة للمدينة فاسمهم إيه اسمهم المهاجرين واللي هناك في المدينة اسمهم الأنصار لأنهم هينصروا النبي صلى الله عليه وسلم كما تم قال لهم أنتوا يا أنصار هيأتوا أخوانكم من مكة فأنتوا مسؤولين عن معاشهم ومسؤولين عن المأوى المكان لا يعودوا فيه عبال ما يرتبوا أمورهم في المدينة يبقى إذن الناس اللي جاء دلوقتي راحة على مكان راحة عارفا في ناسها تستقبلها بكل ترحاب والحب في الإسلام والحب في الله من أعظم الحب لأنه مش منه وراء مصلحة مش وراء مصلحة فرائحين طبعا مطمئنين وطبعا أثبتت الأيام صدقهم لما شاركوا مع النبي في عدة غزوات ولما استشهد منهم العداد الكثيرة فيقول الكاتب فائدة عندما نراجع تراجم أصحاب باعة العقبة الثانية من الأنصار في كتب السير والتراجم نجد أن هلئة 73 لهم بتقول عقبة الثانية أصحاب باعة العقبة الثانية قد استشهد قرابة ثلثهم الثلث يعني حاجة وثلاثين أو حاجة وعشرين تسعة وعشرين حاجة زي كتا في عهد النبي وبعده وأنا لاحظ أنه قد حضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة النص المشاهد كلها الغزوات الغزوات والصراية واللي كان بيرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين ف33 كانوا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته وأما الذين حضروا غزوة بدر فكانوا قرابة السبعين ففعلا صدق هؤلاء لما بيعوا النبي وصدقوا ونزل فيهم قرآن إن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وسيدخلهم جنات جنات النعيم بإذن الله سبحانه وتعالى لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله ومع رسوله فمنهم من قضى نحمه ولقى ربه شهيدا ولقى ربه شهيدا ولقى ربه شهيدا ومنهم من بقى حتى ساهم في قيادة الدولة المسلمة وشارك في أحداثها الجسام منهم اللي توفى في عهد الرسول واستشهد ومنهم اللي ظل وقاد الجيوش وقاد المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخلد بن الوليد وغيرهم سعد بن نبي وقاص وبمثل هذه النمازج قامت دولة الإسلام النمازج التي تعطي ولا تأخذ والتي تقدم كل شيء ولا تطلب شيئا إلا الجنة ويتصاغر التاريخ في جميع أصور ودهور أن يحوي في صفحاته أمثال هؤلاء الرجال رجال صدقوا معهدوا الله عليه الناس بس لما تجيب سريتهم كده يعني أنت بتحس أن أنت صغير جنب الناس دي بس بحبك ليهم بإذن الله سبحانه وتعالى تنال مغفرة وتنال عفو وتنال قرب من الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجمعنا بهم في جناتي جنات النعيم ونكمل إن شاء الله الحلقة القادمة الهجرة إلى المدينة الهجرة المباركة إلى المدينة المنور وشكرا